كان هذا خطابا في الواقع ويعتبر إهانة لكل من أحط به على المنصة وقال أن الجميع أخطأت والعقود الماضية وقال أنهم أودوا بأمريكا إلى المأساة وإذن لم يحترم الجلسين على المنصة والناس الذين دعموه وسيدعموه الآن في المستقبل من أجل أن يوصل رسالته إلى الخارج يعني عبر عن عدم احترامه لها خلال هذا الخطاب وقال نحن سنجعل من واشنطن الصغيرة سنضعف من دور الحكومة وبالتالي يقول أنه يريد أن يحقق عدد أكبر من الوظائف فهذا هو الأمر الأهم بالنسبة له